من السيدة أمو مريم. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام وحكاتو. تعالوا سلام. اه 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 انا عندي سؤال لحضرتك. طب انا بس اتمنى على حضرتك ان حضرتك توطي التلفزيون تسمعيني من التلفزيون اللي وتكرمتي. حاضر. اه انا متزوجة. شاوليني كده اشيء. اه انا متزوجة وعندي اربع بنات. نعم. اه انا موظفة يعني. خالية مرات اتفتاع الخاص. اه بدخل نصه في البيت والنص التاني انا بخليه ليه لو حد من البنات احتاج اي حاجة. او البيت او كده. بس اه يعني اه. جوزي لازم ان يعرف المرتب كله كاد. انا دايما اقول له ايه لا مثلا ده انا خدت نصه. اه يعني ما خدتوش كله. اه بحكم ان اه ان الجوزي الخاص ديه ما معرفوش بيه. وانا برش نفس الوقت بطرفه على البنات وعلى البيت. بس بتبقى الكتبة في الحتة دي. اللي هو المقدار يعني المقدار اديه. يعني ايوة المقدار اديه. يعني مثلا ممكن مثلا الفين. لا خلاص انا قبطت الف. والالف التاني انا بشيلها لان لما بحطها في البيت ممكن ايه. لو انا عايزة حاجة تانية مش بيرضي الدهان. او مش بيرضي نفسها. انا بخليها الاحتياجات الخاصة انا والبنات. طيب انا عايزة اقول لك حيا انت حالك بتسأليني بقى انت بتعملي ده حلال او لا. اه. لكن ممكن تسأليني او زوجك من حقه ده ولا لا. هو مش من حقه ان هو يسألك على ده. اه. طيب. لكن احنت استنى بس عشان نكمل معلومة. لان في بعض الاحيان لما تتخذ المعلومة بشكل مكتزى. اولا بس خلصت السؤال ولا لا. اه. ده السؤال. وعايزة كلمة للبنات عشان الصلاة وكده يعني الحجاب. حاضر. حاضر. بس الصلاة بقى بنقطع فيه. حاضر. حاضر. نعم شكرا. بص يا استاذة مماري. اول حاجة. زوج حضرتك مش من حقه ان هو يسألك. لكن انت لو قلت له الكلام ده فيبقى دهوت من حسن العشرة بتاع حضرتك. الامر التاني لو انت شايف ان دهوت بيترتب عليه اضرار مش لازم تقول. طيب الحالة اللي انت قلتها للتعبير اللي انت قلت ده ده مفوش كذب. لان انت قلت انا ابطت الف. لان انت ابطت الف والف 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 والف. فانت ابطت عدد من الالفات. فانت ابطت الف كده اه ابطت الف. طب انا عايزة اقول ايه. عايزة اقول ان اذا كان في حالة ان في حد بيتعدى. يعني أنا من الناس الذين يرون أن معنى استقلال الزمة المالية يعني أن السؤال عن أنا باخد كام أو ما باخدش كام ده نوع من أنواع الخصوصية كثير من الأعمال لما بتدي مرتبات متفاوتة للناس ولا تسمح لأحد أنه ياخد ده لأن الزمة المالية مستقلة إحنا في البيت لازم نحترم بعض أكثر من كده مش نعتبر المسائل كلها مباحة هل هي عندها خصوصية؟ آه بتقبط كم من الشغل خصوصية قالتها أهلا وسعلا ما قالتاش ما اسألش عنها لأن أنا في الحقيقة منطقة المال بالنسبة للمرأة منطقة خطرة جدا لأن المال عند المرأة بيساوي الأمان ليه؟ عشان هي شخص مادي؟ لا عشان هي شخص بتخاف جدا جدا على كيانها وعلى أخلاقها لما ما يكونش عندها مال فيا دايما بتحب تأمين النفس وقتلاقي هي اللي بتسع عشان تشتري شقة جديدة وتعمل كده وتجمع الفلوس وعشان كده هي شطرة جدا بتبقى شطرة في الادخار ليه؟ عشان هي أكتر إحساسا بالاحتياج إلى الأمان طب أنا بقول لحضرتك إيه؟ اللي أنت بتقولي لي زوجك دوت ليس عليك فيه إسم ليه؟ لأن ده من قبيل المداراة وليس من قبيل الكذب لأن أنت فعلا أبطي ألف طب أنا بعلمها تلوقتي أن هي تكتب لا اللي هي حصل ده ده صدق يا بتسألني لما قلت أن أنا أبطت ألف كنت كاذبة؟ لا لكن إم تبقى هتبقى المشكلة؟ لما يجي وقلك هو مرتبك كله كام فأنا شايف أن احنا كده ما بنحلش المشكلة أنا شايف أن احنا نقعد مع بعض ونتكلم عن المشكلة الأساسية وإن كانت المشكلة دي هتحتاج لخبير في الإرشاد الزواجي أنا كلمتك في الجهتين كلمتك في جهة اللي أنت بتقولي ده في كاذب ولا؟ مفوش كاذب الحياة الثانية إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين زيارة لإرشاد الزواجي مسألة البنات بقى البنات لو أنتوا الاتنين مصليين ومقبلين على الله سبحانه وتعالى وكده الخلاف اللي بينكم ده وشوية الحاجات اللي بتظهر بينكم دي هي أحد أسباب عدم مدومة أولادكم على الصلاة ليه كده بتقولينا كده؟ لأن الأولاد بيقولوا ما هو بتعرفوا على الدنيا من خلالنا إذا كان الناس اللي بيصلوا والناس اللي بيقرافوا ربنا هي دي علاقتهم ماما بتخبي من وراء بابا وهم طبعا أنت علمتيهم أن التخبيه كدب لأن أنتوا بتربيهم عايزهم يقولوا لكل حاجة فعلمتهم أن التخبيه كدب والتخبيه مش كدب فأنت علمتهم أن التخبيه كدب فماما بتكتب على بابا وبابا عايز تستغل أموال ماما إيه ده فين الدين بقى؟ فلازم تعود مع أولادك وتقول لهم أنت أن الكلام ده ما تفتكرهش أنه صح وأولادك لازم يعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى ما لوجه دعوة بالخلق معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى لأنه الله لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات الجمال لأنه هو اللي مالك كل هؤلاء الخلق فلازم نتعامل مع الله ونصلي بهذا الأمر نصلي صلاة الحب نقبل على الله سبحانه وتعالى عشان يقبلنا سبحانه وتعالى